السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالقدر فتح الله وانتو بتشبوني على قناتي انجليزي سهل فقرة خفيفة مريحة language functions المواقف ازاي تتعامل مع المواقف ازاي ترد على المواقف المختلفة يا شباب الكلام ده كله هناخده النهاردة طبعا الحلقة دي هتكون بعدها باذن الله expository writing اللي هي الكتابة التحليلية المقال التحليلي ازاي تكتب موضوع التعبير ان شاء الله كل ده هيكون بعد الفيديو ده ان شاء الله وبعد كده على طول ما تننسوش معانا فقرة رئيسية جدا مهمة اللي هي فقرة الساعة عشرة حنحل اربع نمازج اختبارات باذن الله تعالى طبعا الناس لازم تشترك معانا على قناة التليجرام ولازم تفعل اشتراكك معانا على قناة التليجرام وجروب الواتساب للصف العاشر علشان ان شاء الله بعد كده في المستقبل تقدر تستمتع معانا بالشرحات والملفات التعليمية اللي احنا بنزلها دايما بشكل متوالي خلينا كده نبدأ مع بعض على بركة الله عندي طبعا سؤال الوظائف اللغوية الغرض منه يا شباب انك ازاي ترد في مواقف مختلفة بشكل واثق بشكل صحيح برد مناسب فعلشان كده لازم تحفظ الردود ديا طيب انا عندي اول حاجة زي ما انتم شايفين كده اللي هي البرفرنس زي ما احنا شايفين يا ابطال البرفرنس دي معناها ايه اللي هو التفضيل لما تيجي تقول له واحد انا افضل او انا احب شي هتقول له ايه هتقول اي لايك يعني انا احب اي بريفر يعني انا افضل ايد لايك يعني انا اود او انا اريد او انا يعني احب نفس الشي وي والبي فاين لما تيجي تطلب حاجة معاناة تقول ايه سوف يكون ايه جميل او سوف يكون لطيف تمام طيب طبعا الاجابات سهلة ومش عاوز اخش في الامثلة علشان الفيديو ما يطولش عندي بعد كده طبعا اللايكس اي لايك سهلة وي عندي بقى بعد كده شباب الابينيون اللي هو الرأي يا شباب لما تيجي تقول لواحد رأيك او تيجي تعبر عن رأيك تستخدم اي تنك انا اعتقد اي بليف انا اؤمن ازاي سي كما ارى فرمي او فتومي لي بالنسبة لي وتقول رأيك وبعد كده عندي اللي هي الديس لايكس لما تيجي تقول انا لا احب تقولها ازاي اي دونت او اي ديس لايك اي ديس لايك يعني انا لا احب اي دونت لايك نفس المعنى ماشي شباب طيب طبعا كلمة لايكس اخدناها عندي لما تيجي تعبر عن لما تيجي تقول المزايا بتاعت حاجة ممكن تستخدم ادفانتجز اللي هي المزايا وطبعا زي ما انت شايفين اتهاز يعني بها لما تيجي توصف مثلا موبايل معين فكرة معينة برايجكت معين فانت عاوز تقول المزايا بها فتقول اتهاز وتبدأ تعدد المزايا تقدر تقول يو كان ويعني تستطيع تمام تستفد من مثلا من بانفت معينة من ميزة معينة في الحاجة اللي انت بتشرحها بتساعدني وتبدأ تحكي تمام عبارات سهلة وعندي بقى اللي هي العيوب لما تيجي تقول ان في حاجة انت غير راضي عنها مثلا انت اشتريت منتج معين وي المنتج ده مش كويس فانت عاوز تقول ان انا مش راضي عنها فتقول لا ليس به وتقول ايه مثلا حاجة صفة او ميزة كنت تتمنى انها تكون موجودة في المنتج ده بس مش موجودة تقول you can't ما تستطيع لا تقدر او لا تستطيع it leads to يعني الحاجة اللي انت اشتريتها دي او الفكرة دي تؤدي الى مشاكل تمام مثلا لان انا بتكلم عن المساوي اوكي عندي بعد كده شباب planning التخطيط لما تيجي تقول انا سوف اخطط لشيء انا هعمل حاجة في المستقبل تستخدم I will وممكن تستخدم I'm going to خاصة I'm going to لان هذه احنا عارفينها مع future plans مع الخطط المستقبلية ممكن تستخدم I'm going to عندي asking for permission asking for permission اللي هو طلب الاذن لما تيجي انت مثلا في مكان معين وفيه regulations فيه rules يعني ما ينفعش انك تطلع كده من نفسك تتصرف من نفسك فمحتاج تاخد الاذن فحتقول يا شباب can I may I وتحط في اخر الجملة please وممكن تقول is it possible for me to is it possible for me to يعني هل مسموح لي هل ممكن لي أن وتبدأ تطلب وذا طبعا بياخد شكل السؤال يا شباب تمام can I may I could I ماشي كل ده بيجي مع الطلب بعد كده عندي asking for advice طلب النصيحة انت دلوقتي في موقف معين في مأزق معين وعاوز نصيحة طيب هتقول what would you recommend me to do يعني توصيلي توصيني بإيه لانا أعمل what should I do ماذا يجب أن أفعل what would you do if you were in my shoes يعني لو كنت في موقفي لو كنت في موقعي كنت هتعمل what would you do if you were in my shoes ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني طيب عندي بعد كده making recommendations اللي هي التوصيات ماشي I advise you to يعني أنا أنصحك وتبدأ تقول النصيحة you should you shouldn't يجب لا يجب if I wear you لو كنت أنا مكانك I would if I wear you I wouldn't لو كنت مكانك ما فعلت طيب عندي suggestions اللي هو الاقتراحاتي أبطال لما تيجي تقترح حاجة تمام يعني قريب من النصيحة ولكن بتاخد اللي فيه options اللي فيه خيارات I suggest وتبدأ تقول الايه الرأي أو النصيحة اللي أنت بيتميل لها I recommend وتبدأ تقول أنا أوصي أنا أذكي أنا أمدح what about يعني ماذا عن how about يعني ماذا عن why don't you يعني لما لا أو why don't we لم لا وتقول أنت معهم على أساس أنك بتقترح why don't we وتبدأ تقول الاقتراح بتاع يعني لما لا تمام yes given advice لما تيجي تعطي الـ advice اللي هي النصيحة يا شباب I advise خدناها فوق شباب I advise you too أو you should you shouldn't if I wear you I wouldn't أي if I wear you I would طبعا الـ repetition مهم yes عندي بعد كده الـ agreement أنت واحد الرأي معين وأنت تتفق مع الرأي ذه يبقى فيه agreement يعني فيه موافقة فتقول I agree with you you write alright كلها إجابات سهلة وتعد إجابات صحية في الإختبار عندي بعد كده disagreement اللي هي الرفض أو عدم الموافقة في موقف معين أنت منتش عجبك الرأي ذه فبتقول I disagree with you أنا لا أتفق معك أوكي you are wrong أنت مخطئ لما تكون direct شوية في الرأي تمام تقول بشكل مباشر you are wrong أنت مخطئ عادي بس ده بتعد نوع من أنواع اللي يعني زي ما بيقولوا كده direct speech الحوار المباشر شوية يعني تعد إلى حد ما offensive تمام بعد كده عندي thanking with gratitude اللي هو الشكر واقل يعرفاني شباب تعرفان بالجميل يعني يعني واحد ساعدك في موقف معين فبتقول له thank you أوكي I appreciate I appreciated يعني أنا أقدر ما فعلت لي I'm grateful I'm grateful يعني أنا ممتن لك I'm thankful to you أوكي وبعد كده عندي responding to thanking الرد على الشكر طبعا لما واحد يقول لك thank you so much تقول له you're welcome you're most welcome أوكي don't mention it not at all أوكي يعني إجابات كتيرة ممكن تقولها شباب يلا عندي بعد كده opinion اللي هو الرأي يا شباب I think طبعا خدناها شباب يعني مش عايزين وبردو suggestions خدناها وقت يا بطال تمام asking for advice خدناها برضو يا بطال وعندي given advice برضو خدناها طيب هو الأستاذ وليد مشكور يعني بيقول لك الكلمات اللي ممكن تقبلك فيه ممكن تقبلك في المواقف كلمة someone بتجيب معنا شخص ما a friend of yours صديقك your neighbor جارك you say or you said يقول أو قال tell told يخبر أو أخبر want بمعنى يريد طبعا كلمات سهلة ممكن نقرأ بقى اللي على طول كده علشان ask معناها يسأل borrow معناها يستعير intend معناها ينوي like prefer معناها يفضل يحب think معناها يفكر أو فكر أو يعتقد ويعندي كده بعد كده buy وbut يشتري اشترى وهنا بقى في المقابل عندي suggestion اللي هو الاقتراح عندي understand معناها يفهم يفهم تمام board fit up متضايق مل die يموت death موت violence اللي هو العنف يا شباب permission اللي هو الإذن pork حديقة plan خطة interview يعني مقابلة predict معناها يتنبأ believe معناها يعتقد offer معناها يعرض أو عرض مجموعة كلمات كمان يا شباب عندي spend spent يقضي قضى no new يعرف أو عرفة waste معناها يهدر يضيع decide يقرر lend يعير يسلف busy مشغول receive يستقبل gift present هدية invite يدعو but لكن opinion رأي order معناها يطلب أو طلب cousin معناها ابن العم أو بنت العم عندي بعد كده الخاص special submit يقدم improve يحسن yes wallet المحفظة أو البوك lose lost معناها يخسر يضيع refuse يرفض college كلية join يربط أو ينضم أو يدمج show عرض أو يبين أو يعرض don't don't معناها لا يعرف follow معناها يتبع regret معناها يندم win won يعني يفوز أو فاز طيب آخر مجموعة describe يصف little صغير explain يشرح improve يحسن attend يحضر graduate يتخرج stuck محصور persuade يقنع wonder يتساءل judge يحكم challenge يتحدى أو تحدي appearance يتيجي بمعنى المظهر يتبقى معنا يا شباب بعض الردود المهمة لما طبعا الردود دي يعني انت ممكن في المختصر المفيد تحفظ الصفحة دي وحتكون كافية بالنسبة لك أنا أتفق معك I don't agree I agree with you أنا لا أتفق أنا لا I agree with you أنا لا أتفق هتقول I don't agree with you طيب فكرة جيدة It's a good idea don't do that لما تيجي تحذر واحد مع warning تقول don't do that يعني لا تفعل ذلك لما تيجي تعتذر I'm sorry be careful It's dangerous لما تيجي تحذر واحد تقول له احترس ده خطير Can I help you ممكن أساعدك لما تيجي تعرض المساعدة على شخص طيب لما تيجي تطلب حاجة هل تستطيع Can you me please Can you me please Can you help me please طيب هل تستطيع أن تدولون على الطريق Can you show me the way please لما أنت تكون تايه مثلا ردد جميلة جدا وجملة مهمة Can you say it again please يعني لو أنت ما أنتش باهم حاجة تقول له Could you say it again please يعني ممكن تقولها لي مرة تانية I prefer I'm sorry لما تيجي تعتذر طيب لا أعرف اسأل أبك I don't know You can ask your dad You can ask your father You can ask your mom تسأل والدك I think it's very bad يعني لما تيجي تقول موقف معين وهو بيسوي قدامك وإنت منشعجبك التصرف فبيتقول I think it's very bad طيب لو الحاجة دي كويسة أو أنت بتاخد أو هو بيطلب رأيك فأنت بتقوله I think it's very good يعني حاجة جميلة جدا طيب إنت لما تحب تقنع واحد وإنت حاسس أن الواحد ده متيبس شوية برأيها وإنت عاوز يعني يتزحزح شوية في رأيها فتقوله Come on Say yes Please وتقول please يعني وإنت كده بلجن وإنت كده زي ما بيقوله كده Asking with politely يعني almost always تستخدم politely يعني بشكل مؤدب يعني Come on Say yes Please Yes I blame you يعني لما تيجي توجه اللوم لشخص ولما تيجي تشكر تقول Thank you وبعد كده عندنا لما تيجي تتمنى عدم فعل شيء أنت أنت سويته I wish I hadn't done it لما تيجي تندمي شباب يعني سويت شيء وإنت ندمان دلوقتي فتقول I wish I hadn't done it طيب وإنت كنت عاوز تسوي شيء وإنت ما سويته فتقول I wish I had done it لأي تاني سويته I advise you to لما تيجي تنصح واحد تقوله أنا أنصحك You should طبعا سهلة You shouldn't لا يجب أن Why don't you ask your dad Your father Your teacher Your mom Your brother Your friend لما تيجي تسأل واحد تقوله ليه ما بتسأل شيء وتقول لشخص Let's يعني هيا بنا Let's I'm going to لما تيجي تخطط أو أنت تحكي عن الخطة بتاعتك فبتقول I'm going to وتقول الخطة إيه اللي حصل لما تيجي تقول مثلا أنت قاعد كده بتسوي شيء حاجة حصلت يعني فيه شخص طرق الباب لو كنت مكانك في حالة النصيحة شباب بنستخدم التعبير ده كتير طيب كده خلصنا الفقرة ديت فقرة سهلة وأهم حاجة شباب اللي هي فقرة الممارسة هي الفقرة المهمة جدا بالنسبة عنها يلا بينا هو هنا بيقول لك يا بطل ماذا تستقول في هذه الموقف الآتية اعتبر نفسك في الموقف حاول ترد على طول إجابة على الموقف فحتقول صديقك بيقول لك يعني يا عم يحترم السقفات ده ما بيش حد يحترم حد الزمن ده لا انت عاوز دلوقتي بقى تقوله لا انت راح فين يعني 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 لا أتفق تماما معك طبعا انت بتقول إيه نحن نحن انت ممكن تقولها وممكن ما تقوله ممكن تكتفي بالجزء لو لاني نحن 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 لماذا لعي لعي بيس لعي بيس نعم لعي بيس إجابة طويلة بس إجابة وافية انت اخبر نحن انت عاوز تديله ايه يعني كما بيقوله كده قيمة عاوزة يتعلم شيء ان الاحترام هو الاساسي يا بطال صح او ليه الاحترام في الزمن ده صح شيء نادر لكن حاجة مهمة جدا يا شباب تمام كده عملنا خلينا نشوف الخط الجميل او نحاول نحط الخط الاحمر والله الخط الاحمر مزعك شوية الخط الاخضر والله خلينا الخط ده خط جديد يس كده تمام يا بطال اجابت ناط حيات شباب يس بعد كده هنا عندي بيقول لي بسم الله يعني انت عاوز تشوف التيف بو يعني ولكن اخوك بيرفض يا سلام يعني انا قاعد قدام التلفزيون واخوك مثلا قاعد يرفض فانت عاوز تقنع اخوك يلا بها يعني تسامح شوية زي ما احنا قلنا من شوية كمان كمان برا طبعا اخوك يعني كمان نقول له مثلا خلال نقول كمان دارلين كمان دارلين عزيزي دارلين دارلين وتقدر تقول له يعني حاجات كثيرة بقى اخوك كمان دارلين يا عزيزي كمان مايدير كمان تقول له اختراح لات 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 يا شباب احنا هنا بنتكلم عن الفيفورت البروغرام لات نرى نرى هذا البروغرام اخوك 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 وتقول له مثلا كده هنا مثلا مثلا البروغرام فانت بتديله بس السبب يعني انه يغير الاهتمام بتاع انه بتقول ايه تشوف كده يعني خلينا نشوف هذا البرنامج ده مضحك على اساس انه يعني يلين شوية طبعا الاجابات كده شباب الاجابة ممكن هنا تتغير على حسب الشخص نفسه كل احد رد معين المهم الرد ده يكون شوية ملائم يكون مينينجفول ليه معنى ويكون ليه برضو وجاه يعني فتقولش اي حاجة على اساس انه قدامك يتنزل عن رأي ومقابل شيء يعني فنقوله it's funny يعني شيء مضحك حتى تتحك يعني you are about to go to the railway station but you do not know how to get there يعني انت بتقوله هنا انت عاوز تروح railway station وحطة سكة الحديد له عندك قطر but you do know how to get there بس انت ما تش عارف الطريق انت عاوز شخصي يديلك على الطريق فحتسأل مثلا passerby أو policeman واقف في الشارع فانت تقوله تقوله excuse me احسن حاجة لانك انت بتلفت انتباهها excuse me يعني معذرة ونستخدم اللغة المؤدبة شباب افضل could you could you could you show me توارديني اقرب طريق the nearest way to the احنا هنا عاوزين نسأل عن railway station فنقول المكان ونحط في اخر الجملة كده ب احترام please حتيبق ايه كلام يعني ليه وجهها كده ان احنا دايما نتكلم مع الناس بشكل مؤدبة ابطال طيب احنا نصغل اللغة شوية بان اللغة بتاعتنا طويلة شوية احنا هنا بنقول احنا 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 اللي. لو احنا بنقول بالنسبة لي أو بالنسبة لك انت خلينا نقول حاجة كويسة. هنا سنقول ايام أو سوف اتضع. إيه رأيك شباب مثلا ان شاء الله خلينا نطموحنا عليه شوي. فاكالتيو فاكالتيو ميريزن؟ فاكالتيو ميريزن؟ في مايريزن؟ ان شاء الله بالنسبة لك كده بالتوفيق. يعني انك تقول لي يا بطل انا ان شاء الله سوف التحق بكلية الطب باذن الله تعالى وتقدر تقول لي I will travel abroad to complete my university studies there علشان كامل الدراسة الجامعية هناك تقدر تقول لي لي انت عاوزه بعد كده بيقول لك هنا بطل ايه Your sister doesn't know what to eat fish or meat يعني هي قدامها fish or meat انت بقى اللي عاوز تعمل عملية recommendation فاي رأيك نستخدمها بشكل نصيحة ممكن نقولها كده If I wear you If I wear you لو كنت مكانك I would choose كنت هاختري I would choose بصراحة بالنسبة لي fish I would choose fish وتقدر تقولها You can You can You can You can Eat fish Fish is better I like fish I like fish انت ممكن تقولها I like fish I like fish I like fish فانت كده بتحدد خيار تشجع عن نية ايه تقول ايه تمام Yes You've had a meal in the cafe You didn't like it يعني انت عندك وجبة في الكافي وانت الوجبة دي مش ما دخلتش هنا تمام محبتش الوجبة فحتقوله هنا بطل يعني انا غالبا في الامور ديات ما بحاولش ان انا تدي impression للي قدامي علشان محرقوش فانا بقوله انا ممكن نقول كده It wasn't نستخدم الاسلوب الايه اللي هو الانديريكت الغير مباشر شوية It wasn't very tasty اوكي اي رأت في الاسلوب ده It wasn't very tasty يعني ما كانتش لذيذة جدا شايف كلمة جدا ديت تحل المسائل شوية وما تحركش الشخص القدام اه اي رأت في الطعام والله ما كانش لذيذ قوي قوي يعني هو كان يعني انت فاهم فانت خليك دايما كده في ال ايه يا شباب الاسلوب 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 ان الطريقة اللي هي بتقلم له قدامك تمام ياس 21 The school principal has honor you for keeping your class clean يا سلام يعني انت راجل نظيفه وتحب تعد في بيئة نظيفة فهو بكرمك فحتقول لي Thank you a lot Thanks a lot Okay انا دايما يعني الرجل بي بيعرض مساعدتها دايما انا دايما في خدمة مدرستي شكرا جزيلا على التكريم يعني انا دايما يعني جاهز ان انا اساعد دايما في نظافة فصلي وفي نظافة مدرستي وده شيء طيب رقم 22 بيقولي يعني انا بالنسبة لي لما فتحت الجالكسي بتاعي طبعا الجالكسي اوكي اول مرة فتحتها اديته للشخص اللي انا اشتريتها منها قلتوله وظبطولي اعدادات بقى وكل حاجة مليش انا في الفيلم ده فنفس الشيء انت بتقوله انا عاوز الاعدادات فتقوله ايه حنقوله اقتراح يوكي ناسك يوكي ناسك ايه ان اكسبرت اوكي ادى واحدة وتقدر تقوله لاتس اوكي واتش طبعا دلوقتي المسألة دي على طول لاتس واتش اه يوتيوب يوتيوب فيديو ايه رأيك دايما احنا بنعمل الحل يعني لما بتابلنا مشكلة والحاجة التقنية ما شاء الله طبعا بدايما على طول انا بعملها يوكي ناسك اكسبرت لو مالكي ليشيك يوتيوب فيديو يعني خلانا نشوف يوتيوب فيديو هو يشرح لنا الايه الأمور بتاعت الايه طيب عندي بعد كده رقم ١٩ بيقول لي بيقول لّك يلا قولي بقي خطتك لما تخلص الثنوي بإذن الله هتروح فين؟ في ناس تقول لك ايه تستخدم دايما بعض الناس يقول لك ايجيبت تقدر تقول بقى تغير المكان تقدر تقول فيه ناس تحب تسافر تاخد الطب من اليابان وفيه من اليابان وفيه ناس تحب تسافر اليو اس اي يو اس اي وطبعا انت تقدر تقول لك انا هنا احب دراسة الكويت سوف التحق بجامعة الكويت تمام اغازان يا علمول كويت ان tych صاروا بياجيبيني بالكويتم عن القوة ايه رايك أختك بتقول لك بعض الناس عندها ولعب السوشيال ميديا فانت ممكن تقول ايaw offsوشيال ميدياhei يك فعلا الناس دلوقتي بveis سوشيال ميديا شبابam هه دي اسأل شباب اي ايuggري وثوجيوا انا اتفق معك فعلا الناس دلوقتي في السوشيال ميديا شباب. طيب. يعني انت عندك هنا قسم للفنون في المدرسة والمدرس بيسألك ليه او لماذا انت تفضل جوين الارت ساكشن انت طبعا بتقوله الرغبة او الحاجة اللي انت بتحب تسويها دايما في وقت فراغك فانت بتقوله بالنسبة لك يعني انت بالنسبة لك تقوله ان انا بحب الرسم اوكي وممكن تقوله حاجة في الفيوتر انا احب ان انا اكون يعني فنان في ناس بتحب عندها الموهبة شباب عاوز اكون فنان رسام اوكي يعني عنده اللي هي المسح ومش عارف يسوي فانت احلى حاجة بالنسبة للمسح طيب ونكتب ونكتب ونحن نكتب ونحن نكتب ونحن نكتب قل قل قلبي اتركي اتركيي اتركيي أشكراً لك شكراً لك اعطيت حسناً بلساك 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 يستطيع الفقرة بتاعتنا وهي فقرة فقرة بسيطة جدا والامور ان شاء الله طيبة كده بطال باذن الله باذن الله تركز في الاختبار تتعامل مع الموقف وكأنك في محادثة حقيقية وكأنك في موقف حقيقي تمام فترد على الموقف الحقيقي بشكل تلقائي انت مقتنع به ولازم ردي يعني شوية وشوية فعلا رد الناس بتستخدمه ما تحاولش انك تكالك على الامور تقول حاجة صعبة تقول حاجة فيها يعني مش طبيعية تمام فخالك تقول الرد بشكل تلقائي تمام يا بطال شكرا على المشاهدة زي ما قلت لكم انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم حيكون فيديو كيف تكتب مقالة تحليلية باذن الله قريبا على طول خلينا نتابع مع بعض باقي الاعدادات قبل مرحلة البث يا شباب اللي هي هتكون الساعة عشرة مساء باذن الله النهار ده السلام عليكم ورحمة الله بركاته